نواصل ومن 2007 إلى 2010 شغل منصب الممثل الخاص للبنك الدولي لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك قبل أن تتم ترقيته في سنة 2010 إلى مدير منطقة المحيط الهادي ليترك هذا المنصب في سنة 2012 ويتوجه إلى بيروت لإدارة نشاطات البنك العالمي في لبنان وسوريا والأردن والعراق وإيران وخلال هذه المرحلة أشرف على أشغال البنك العالمي حول أزمة اللاجئين السوريين وعواقبها على المنطقة في سنة 2018 رقيا لمنصب نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي هذه الفطرة تم تحرير العديد من التقارير المجاملة للمغرب ومنها الأخير الذي يصنف مملكة الشر والبعس من بين البلدان النادرة التي استفادت من الجائحة ويا لها من مغالطة كبيرة شوفوا نوصل للحال يومين تقولوا أن الإعلام المغربي يتحامل على الجزائر وتبون يقول إعلامنا ما يتهجمش على الجزائر كل واحد يتعامل بأخلاقه اسمعوا واش هو المشكلة؟ احنا ما لناش مشكلة مع المغرب الشقيق وإلا يشوفوا مشكلة يتفضلوا أما التهديئة أنا عمري ما اشتمت ما سبيت الصحف أنت عنا ما سبوش ما يسبوش المسؤولين هو ما أتعامل كل هو تقافته ترى ماذا ستقول يا تبون عن أخلاق النظام الجزائري عن أخلاق وكالة الأنباء الرسمية التي تسمي المغرب مملكة الشر والبؤس البؤس يعني معناها الفقر والميزيرية وكذا أنتم تسخرون من الشعب المغربي تقولوا بأن المغرب هو الذي أو المغاربة هم الذين يعانون من البؤس والفقر وفي نفس الوقت تصفون البلد بهذه الطريقة اشتمت ما سبيت صحف أنت عنا ما سبوش ما يسبوش المسؤولين هو ما أتعامل كل هو تقافته يكفي هذا دلالة على الفوبيا التي وصلت إلى العظم وأنا أجزم لكم أن هذا التقرير هو تقرير حرر من طرف الاستخبارات لأن نبرة العداء والشر التي تظهر في كتابات العسكر تجاه المغرب واضحة وبينة وهذه لم يحررها صحفي لأنه لو كان واحد صحفي عنده شوية مهنية هذه الزبالة أكرمكم الله لا يمكن نشرها في وكالة الأنباء أنا شخصيا لا أقبل نشر هذه الزبالة على صفحتي في الفيسبوك صفحة العامة اللي قرصنوها وأنا أؤكد لكم أن الذي قرصن هذه الصفحة صفحة العامة ويقوم بنشر صور خادشة بالحياء صور غير أخلاقية هو جهاز المخابرات الجزائري أتهمه بصفة رسمية لأن هذه سلوكياتهم هذا هو عملهم في هذه الفطرة يا ذباب إلكتروني يا يخترق صفحات المعارضة المعارضة والناشرة للحقيقة التي تؤلم الجزائريين وتبكيهم على وطن كان كبير وصار صغير جدا وانتلاقا من هنا لا يجب التعجب من قراءة تقارير مغلوطة حول الجزائر مستقبلا بطلب وتوجيه من المخزن المغربي فلا بد من ترقب تسريبات أخرى حول هذه الصداقة المتينة بين المخزن وفريد بالحاج لسيما أن الألسن بدأت في الفصح عن الحقيقة كلام فارغ لا قيمة له ولا يعتد به ولا يمكن أن تكون لديه أصلا حتى أدنى روح المهنية الإعلامية تطاول على شخص موظف كبير بهذه الطريقة يقراه المغرب